بسم الله الرحمن الرحيم طلب السنوية العامة اهل رسالة بكم ان شاء الله نهضة هنشرح معاكم اولى حلقات البلاغة لان في ناس كثيرة طلبت مننا اننا نشرح منهج البلاغة بتاعك بيسألك على منهج ثالثة سنوي ومنهج اولى وثانية سنوي منهج ثالثة سنوي يعني يكاد يتلخص كده في الثلاث اسئلة اللي موجودين امام حضاءاتكم دول ثالث اسئلة دول هما بيجيب منهم سؤال او اتنين على الاقل يعني في امتحانة سنوية العامة والاسئلة ديت لها نمط اجابة ثابت تضمن بالضارة بتاعته يعني كل سؤال من دول لنمط اجابة ثابت بتضمن بضارة السؤال اول سؤال عندنا اللي هو بقولك امتزج فقر الشاعب وردانه في الابيات وضع ذلك السؤال ده ممكن نجدلك بصيغة تانية يقولك مزج الشاعر فقره وعاطفته الصادقة فابدع في هذه الابيات المهم ان هو بيسألك عن ان الشاعر مزج بين الفقر بتاعه اللي هو منبعه او مصدق العقل وبين العاطفة بتاعته العاطفة اللي هي ايه او الوجدان بتاعه اللي هو قلبه او احساسه الداخلي فالشاعر مزج بين فقره بتاعه والعاطفة او الوجدان او الاحساس بيقولك فابدع ووضع لي ذلك فانت هتقف الاجابة هتقول ايه انا هماللكم الاول الصيغة اللي هنجاوب بها وبعد كده هنفصل هنكتب بيديه هو خلاص كده اكد لنا في السؤال ان الشاعر مزج بين الفقر والعاطفة فاحنا هنقول نعم لقد امتزج فكر الشاعر بعواطفه الصادقة في هذه الابيات اكتبوا معايا كده نعم لقد امتزج فكر الشاعر بعواطفه الصادقة في هذه الابيات نكمل اجابة ففكراتها اللي هي الفكرة بتاعتها يعني ففكراتها تدور حوله بانكوسين كده اكتب نضع عنوانا للبيت ده نعمة الاجابة هنبقى نشرحه ففكراتها تدور حوله هنضع عنوانا للبيت للابيات يعني اللي عندنا هنحط لها عنوان كده نشوف الفكرة العامة بتتكلم عن ايه ونحط لها عنوان كده من كلمتين ففكراتها تدور حوله ونضع عنوانا للبيت والشاعر هنا يريد ان يقول وبينكوسين كده نشرح الابيات باجاز يعني بعد ما نقول ففكراتها تدور حوله ونضع عنوانا للبيت والشاعر هنا يريد ان يقول ونشرح الابيات باجاز بعد ما نكتب اللي هم الجملتين دول وقد جاء فكر الشاعر ممزوجا بعاطفة كذا نكتب بعدهم بها وقد جاء فكر الشاعر ممزوجا بعاطفة كذا كذا ديت اللي هي نوع العاطفة ان كانت مثلا تفاؤل تشاؤم حب سعادة كره سخط يبقى وقد جاء فكر الشاعر ممزوجا بعاطفة كذا ونرتب اسم العاطفة اللي موجود عندنا في الابيات فأسرت فيه ألف عليها همزة سهر ته فأسرت التأثير المطلوب في القاعق والمستمع فأسرت التأثير المطلوب في القاعق والمستمع بعد ما خلصنا الصيغة العامة نجد نشرحها بقى احنا قلنا ان هو مزج بين فكره ووردانه ده من خواص الشاعر الجايد اللي هو بهمزج بين العقل والفكر اللي عنده وبين الأحسيس والمشاعر الداخلية لديه وبيطلعها في صورة أبيات شاعرية جميلة فاحنا بنقول نعم لقد يمتزر فكر الشاعر بعاطفة الصادقة في هذه الأبيات ففكرتها تدور حوله نتخيل أن النص اللي قدامنا بيتكلمنا عن حب الوطن يبقى احنا نقول ففكرتها تدور حول حب الوطن والحنين إليه لو مثلا حاجة زي النص بتاع أحمد شوق غربه وحنين ففكرتها تدور حول الحنين إلى الوطن والشاعر هنا يريد أن يقول ونشرح الأبيات بتاعته من هو عندما كان مختاربا عانى من الاختراب عن بلديه وكان الحنين إليها يجعل في قلبه قصوة وتشرح الأبيات اللي موجودة عندك شرح بإجاز يعني حوالي سطر أو اثنين مش تطول فيه بعد كده هتقول وقد جاء فكر الشاعر ممزوجا بعاطفة وتكتب اسم العاطفة المساترة على الشاعر في الأبيات دي يعني مثلا عاطفة الحنين إلى الوطن عاطفة الحب للوطن وبعد ما تكتب العاطفة فأثرت التأثير المطلوب في القراء والسامة وهو ده المطلوب من المسجر بين العاطفة والوطن مثلا عندنا حاجة تانى مش لازم الحب الوطن ممكن مثلا تشجيع الشباب مثلا يعني مثلا نص عندك بيتكلم عن ديو الشباب في المجتمع مثلا هتقول نعم لقد انتظر وجود الشاعر بعاطفة الصدقة فيها هذه الأبيات ففقراتها بتضيح حول ديو الشباب في المجتمع أو الشباب هم عصب الأمة أي عنوان للأبيات ففقراتها بتضيح حول مثلا أن الشباب هم عصب الأمة المجتمع فيها بفจكة خatelyن الوطن وتشجيع الأبيات بإجازة لولا الشباب لا يوجد مستقبل ولا يوجد حاضر فهم أساسه الغد وتبطل تشح بإجاز بسيط كله وتقول بها العاطفة المساطرة على الشاعر مثلا عاطفة الفخ مثلا بيفخر بالشباب وبعد ما تخلص العاطفة تقول بها إيه فأصرت التأثير المطلوب في القائر والمستمع بس هي ديها الإجابة بتاع أول سؤال معنا اللي هو امتزر فكر الشاعب وردانه في الأبيات نرى الثاني سؤال وده سؤال مهم مهم الردان كمان اللي هو يقول لك هل تحققت الوحدة العضوية أو سعادت بيقول الوحدة الفنية الاتنين بمعنى واحد هل تحققت الوحدة العضوية أو الوحدة الفنية في هذه الأبيات الإجابة سبتة ومش سبتة يعني إيه يعني أنت الأول لازم أن تعف يعني إيه وحدة عضوية وحدة عضوية يعني الأبيات اللي قدامك كلها بتتكلم عن موضوع واحد. مش مثلا تلاقي البيت الاول بتتكلم عن متح والبيت التاني بتتكلم على رساء والبيت التالت بتتكلم على غزل والبيت الابع مش عايد بتتكلم على ايه? لا ديت ما فيهاش وحدة عضوية. اللي تلاقي كل بيت بتتكلم عن حاجة منفصلة عن البيت اللي بعده يبقى ديت ما فيهاش وحدة عضوية. يعني لو لقيت نص بتتكلم عن كده هتقول لم تتحقق الوحدة العضوية. فالشاعر في البيت الاول يتكلم عن متح وفي البيت التاني رساء والبيت الثالث غزر وتبطير تشوح له ما فيش اي تجانس بين الابيات الموجودة قدامه انما لو الابيات كلها بتتكلم مثلا عن موضوع موحد زي ما قلنا زي حب الوطن او الفخ بالشباب يبقى هنا تحققت الوحدة العضوية يبقى اول حاجة نفهمها نشوف الابيات هل هي بتتكلم عن موضوع واحد يبقى فيه واحدة عضوية طيب ما بتتكلمش عن موضوع واحد يبقى لم تتحقق الوحدة العضوية طيب لقينا ان هي بتتكلم عن موضوع واحد وفيها وحدة عضوية يبقى هنقول نعم لقد تحققت الوحدة الفنية او الوحدة العضوية في هذه الابيات الى حد كبير وفصلة منقوطة كده لانك هتدي السبب ليه بقى في تحقق وحدة عضوية هنا او في تحقق وحدة فنية لان موضوعها واحد وتضع عنوانا بوده للابيات اللي عندك نفس الفكرة بتاع العاطف لان موضوعها واحد وهو كذا وتضع عنوان للابيات اللي عندك يبقى لان موضوعها واحد وفيها وحدة الجو النفسي لان عاطفة الشاعر فيها هي ونسكر العاطفة المسلطرة على الشاعر يبقى صيغة الاجابة هنقول ايه لو الوحدة العضوية لانها متحققة نعم لقد تحققت الوحدة العضوية او تحققت الوحدة الفنية في هذه الابيات الى حد كبير لان موضوعها واحد وهو ونضع عنوان للموضوع وفيها وحدة الجو النفسي لأن عاطفة الشاعر فيها هي ونسق العاطفة المسيطرة على الشاعر في هذه الأبيات وأخيرا وفيها امتزاج بين الفكرة والعاطفة فأصلت التأثير المطلوب في نفس القارئ والمستمع يبقى لما يجي مثلا يقولك هل تحققت الوحدة العضوية في الأبيات أو هل تحققت الوحدة الفنية في الأبيات نشوف أول حجرة الأبيات حل بتتكلم عن موضوع واحد يبقى نعم تحققت الوحدة الفنية في هذه الأبيات إلى حد كبير ما بتتكلمش عن موضوع واحد يبقى نعم تتحقق طيب مثلا دلوقتي هي تحققت مثلا عندنا نص مثلا اللي هو بتاع فخر الشباب ده مثلا لان ان في وحدة عضوية والابيات كلها بتتكلم عن دول الشباب هنقول نعم لقد تحققت الوحدة العضوية في هذه الابيات الى حد جبير لان موضوعها واحد وهو وهو ايبا اهمية الشباب في المجتمع او دول الشباب في المجتمع او الفخر بالشباب اي عنوان للابيات اللي عندك وفيها وحدة الجو النفسي لان عاطفة الشاعر فيها هي ونسكر العاطفة اللي الشاعر بتكلم بها والتكرم مثلا الفخر بالشباب واخيرا فيها امتزاج بين الفكر والعاطفة فاصرت التأثير المرجو والمطلوب في نفس القائر والمستمع فاصرت التأثير المطلوب في نفس القائر والمستمع ده السؤال بتاع حل تحققت الوحدة الفانية في هذه الابيات ده الاجابة بتاعته يبقى بتقول اول حاجة هنشوف القطعة اللي قدامنا او الابيات اللي قدامنا هل فيها واحدة عضوية او لا هل الابيات كلها بتكلم عن حاجة واحدة او لا وبعد كده بنقول الصيغة العامة وبعد كده بنقول الجملة اللي بنختم بيها سواء مثلا في سؤال الفكر والوجدان او في سؤال هل تحققت الوحدة العضوية هنقول في الاخر نعم وفيها امتزاج بين الفكر والعضوية فاصرت التأثير المطلوب في نفس القائر والمستمع بس ده السؤال بتاع الوحدة العضوية نجري السؤال اللي بعده اللي هو بقولك ايه ما العاطفة ما العاطفة المسيطرة على الشاعر وبين اصلاها في اختيار الالفاظ او في التعبية هنا بيسألك على العاطفة بس يعني الشاعر في هذه الاباكت حالته ايه كان مثلا فخور بوطنه فخور بشباب بلده مثلا حزين على الغربة اللي هو فيها حزين لفراق الاهل والاحباب مثلا هل هو متشائم هل هو مثلا زي ليه ابو ماضي مثلا لما بتكلم عن نص ربيع هل هو متفائل هل هو مثلا زي احمد شوق لما تكلم في النص عن اللي هو بلبله الدوحي وصخط على الاستعمار هل هو في حالة صخط على الاستعمار مثلا او هو يعني هو مثلا في حالة كهية لناس مثلا معينين او مثلا هو في حالة شقاء مثلا بيكلم عن همومه واحزانه يبقى دي كلها العاطفة دي كلها العاطفة المساطرة على الشاعر اللي هي حالته هل هو متفائل هل هو في حالة تشاؤم حالة حزن حالة حب حالة سخط حالة سعادة صوأة يعني كل الحالات دي هي دية العاطف فمثلا لقيت النص بيتكلم عن حب الوطن يبقى العاطفة الحب لقيت النص بيتكلم مثلا عن ربيع والتفاؤل وكده يبقى العاطفة المساطرة على الشاعر هنا هي التفاؤل طيب هو بقولك ايه انت كده قلت له العاطف بقولك باين اصلاها في اختيار الفاظ هتختار كام لفظ كده من الابيات بيدلوا على العاطفة دي يعني مثلا لنص كان قلنا بيتكلم عن حب الوطن ويجي مثلا الشاعر قال فاشتاكو اليه ليلا يبقى الشوق يقول مسلا و هترينده مسلا وتقول واللفز اشتاكو اليه ليلا يوحي يعني هتقول كل لفز وتقول يوحب ايه يعني مسلا هو بيقول لك بيان اصحف اختيار الالفاظ هتجب مسلا لفز تلاقيه انت كده مؤسس في القصيدة وفعلا بيبين حب لي وانت عرفت اصلا ان الشاعة العاطفة المسيطية علي الحب من الالفاظ دي فمسلا لقيته بيقولك اشتاكو اليه ليلا يبقى وقد زكع الشاعر ودفتح بن كسيل اشتاكو اليه ليلا وهو ايحاء بشدة الشوق والحنين لوطنه يبقى بتختار الفاظ انت شايفها ان هي اثرت في الموضوع وهي اللي خلت الابيال كلها بيبقالها وعدة عضوية او وعدة فنية وهي اللي على اساسها اصلا انت حددت العاطفة المسيطية دي ان كانت حزن ارفاح او كده مثلا لاتوا بتكلم عن الامل والربيعة والزهور يبقى جرب مسلا حيات زى الظهور والامل والربيعة والصباح حاجات كلها بتوحي ايه بالتفاؤل وبالامل يبقى كلمات دي هيا بالتفاؤل توحي بالامل توحي بالسعادة توحي بشدة مثلا لو هو مسلا انت 처음 يتكلم عن الاستعمار وحاجة بشدة الصخط والغضب على الاستعمار وعلى ما يفعله وعلى مذاهبك زي النص بتاء احمد شوقه يبقى يا دي البلاغة. هي ديت اهم الاسئلة اللي كنت ايه? حابب اقولها لكم وان شاء الله هنكمل في الحلقة الجاية بقية الموضوعات البلاغية او الاسئلة البلاغية. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. واللي عايز يشترك في القناة يضغط بس على كلمة اشتراك او المرسوب بتاعت الفيديو. وان شاء الله المواضيع الجاية ومع حل القطع البلاغية هتستفادوا اكتر. ده بس مجرد ايه? نبزة كده عن اهم الاسئلة او الاسئلة اللي بيجي منها سؤال او اتنين على الاقل في امتحان السنوات العامة. ان شاء الله الحلقة الجاية هنكمل بقية الاسئلة. والحلقة اللي بعدها ان شاء الله نكون دخلنا في حل القطع وده الاهم عشان ناخد الخبرة ونكتسب الخبرة من مختلف الاسئلة اللي هنقابلها. وهتجمع علينا يعني ايه? خبرة عالية ان احنا نقدر نتفادى اي سؤال صحب في الامتحان او اي سؤال مش مفهوم. ومع القطع الحل هتفهم الفاظ جديدة ومدارس شعرية جديدة وتفهم اسلوب الشعراء وبيبقى في اسئلة كده يعني ايه? حاجات مش اه ممكن ما تلاقاش انت في المرهج بس ايه? مع الحل الكتير بتتعود عليها وبتعرف حتى لو سؤال ما شفتوش قبل كده خالص مع القطع الحل بتاعف تستنبت الاجابة بتاعتها. فان شاء الله الحل هو الاهم وانتظرون في باقي الحلقات. وشكرا لكم واقبل الفيديو يكون عجبتم. وانا اتمنى احنا كل الفيديوهات اللي بنزلها تكون عجبكم والسلام عليكم واحمد الله واباكا.